مشاهدين أهلا بكم في جولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية لهذا اليوم في 16 من أيار من العام 2023 بداية هذه الجولة ستكون مع موقع الخليج أونلاين والذي عنواناء السعودية ضبط 1.4 مليون حبة كابتاجون و60 كيلو جرام من القط فقد أعلنت السلطة السعودية أحبط تهريب نحو مليون و400 ألف حبة مخدر إضافة إلى 60 كيلو جرام من نبات القط المخدر وذكر ثائة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جد الإسلامي في بيان لها أنها أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكابتاجون وعثير عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء وأوضحت أن الحبوب كانت في إرسالية ألواح خشبية مشيرة إلى أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليه عبر التقنيات الأمنية واثر على تلك الكمية من حبوب الكابتاجون مخبأة في تجاويف الألواح الخشبية ولفتت إلى أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى تنسيقه مع المدرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة حيث جرى القبض عليه وهو شخص واحد سوف ننتقل الآن إلى موقع الميادين والعنوان الشيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام سفارات دول عدة منها السعودية والأردن فقد اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باقتحام مقارات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية وقالت القوات السودانية في بيان لها أن قوات الدعم السريع ما زالت مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الأرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقارات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة وأضاف أن قوات الدعم السريع اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر المحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية وقامت بإطلاف المستندات والسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية وفي المقابل نفت قوات الدعم السريع اقتحم السفارات المذكورة ووصفتها بأنها شائعات كاسبة سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط والعنوان عبدالله الثاني للشرق الأوسط التحتيرات السعودية للقمة تضمن نجاحها فقد أعرب العاهر الأردني الملك عبدالله الثاني عن ثقته بنجاح القمة العربية المقررة في جدة متوقعا الانتلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيها مصلحة جميع الأطراف وشدد على أولوية التصدي للتحديات السياسية التي تواجه أمتنا وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقال العاهر الأردني للشرق الأوسط أنا واثق من أن الجهود التي بدلها أخي الأمير محمد بن سلمان وفرت أعدادا جيدا يضمن نجاح هذه القمة والتي يحرص الجميع على إنجاحها وردا على سؤالا عن العلاقات الأردنية السعودية قال العاهر الأردني أن العلاقات مع الشاشقة السعودية استراتيجية وتاريخية وهي تستند إلى ثوابت بالتعاون والتشاور والسعي إلى الاستقرار وذلك عبر ممارسة سياسات مسؤولة حيال قضايا المنطقة والعالم وتربط علاقات ممتازة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان